بعد الإعلان عن فاعلية بلازما النقاها كأحد العلاجات المستخدمة للحالات القائمة بفيروس كورونا قام أكثر من 200 شخص من المتعافين من الفيروس بالتبرع ببلازما النقاها وذلك للمساهمة في مساعدة الحالات القائمة الذين يعانون من أعراض شديدة أو من هم تحت العناية المركزة وذلك في سياق دراسة سريرية هي الأولى من نوعها في المملكة والتي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين بقيادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وقد عبر العميد طبيب عبدالله حسن درويش المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية عن فخره برؤية العديد من الأفراد المتعافين يقومون بالتبرع ببلازما الدم وذلك بعد الشفاء التام من فيروس كورونا مشيرا إلى أمله في التجاوب بشكل أكبر من المتطوعين المتعافين وذلك تزامنا مع الوعي العام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وسيتم التركيز خلال هذا العام بشكل عام على تشجيع كافة المواطنين والمقيمين بالتبرع بالدم وبشكل خاص تشجيع الأشخاص المتعافين تماما من فيروس كورونا على التبرع ببلازما النقاها إذ يتم توزيع بلازما النقاها المتبرع بها في الخدمات الطبية الملكية على جميع مراكز العزل والعلاج للحالات القائمة بفيروس كورونا في البحرين تحت إشراف الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا من جانبها أشارت الدكتورة منال السيد أحمد خصائية أمراض الدم والأمراض الباطنية بالمستشفى العسكري إلى أن التبرع بالدم أو البلازما لا يقلل بأي شكل من الأشكال من المناعة الشخصية ضد الفيروس سيما في احتفاظ الجسم على نسبة جيدة من الأجسام المضادة المتكونة تكافل مجتمعي من أجل إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا المواطنون والمقيمون يتسابقون على الخير للتبرع ببلازما الدم للمساعدة على تخفيف حدة الأعراض وسرعة التعافي من هذا الفيروس فمملكة البحرين كانت سباقة في إدراج البروتوكول العلاجي ببلازما الدم ويتم استخراج الأجسام المضادة من الأشخاص المتعافين باستخدام هذه الأجهزة المتطورة لتحقن لاحقا بالمصابين لتقوية المناعة لديهم نظر الانتشار فيروس الكورونا حاليا في المملكة البحرين وفي الدول العالم والتزامنا مع توصيات وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي والعهد نجمع البلازما من المرضى المتعافين من مرضى الكورونا وذلك من خلال مشتقات الدم البلازما تحتوي على مطادلات حيوية كثيرة تساعد على شفاء وسرعة شفاء المرضى الكورونا المتواجدين حاليا في البحرين اشتراطات ومعايير دولية يطبقها بنك الدم بالمستشفى العسكري أثناء عملية استخراج البلازما ومن أهمها انتهاء فترة الحجر الصحي التي لا تقل عن أسبوعين وأن يكون جسمه خاليا من جميع الأمراض المعدية لما يصيب جسم الإنسان أي مرض فيروسي ومن ضمنها الكوفيد-19 فأن الجهاز المنوعي في الجسم كرد فعل طبيعي يقوم بتكوين ويسمى بأجسام مضادة هذه الأجسام المضادة تكون موجودة في أحد المكونات الرئيسية في الدم وتسمى البلازما عادة خلال فترة التعافي من المرض أو فترة النقاها عشان تضيح نسميها بلازما النقاها هناك عدة شروط ومعايير لازم تتوفر في المتبرع ببلازما النقاها أولها وأهمها أن يكون سبق للإصابة بالكوفيد-19 ويكون أنهى فترة الحجر الصحي من مدة لا تقل عن أسبوعين ويكون ما يشتكي من أي أعراض في يوم التبرع لله الحمد من يوم ما فتحنا باب التبرع البلازما النقاها استقبلنا أكثر من 200 متبرع من المتعافين من الكوفيد-19 في بنك الدم مستشفى قوة الدفاع البحرين وهذا كان يدل على شيء فإنما يدل على أننا شعب فينا خير أنا كنت مصاب بمرض الكورونا وعقب ما تعافيت يتتبرع بالدم تاريخ 21-4 على أساس أنه يأخذون من دمي ويأخذون البلازما على أساس أنهما يعالجون المصابي الله يحفظنا ويحفظ ديراتنا أنا متشافي من المرض وجيت أتبرع باللدنازمة حق الأشخاص المصابين كخدمة إنسانية يعني من وحي الإنسان حيتبرع فيه حق الأشخاص المصابين حق يتعافون بعد استخلاص البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة يتم نقلها للأشخاص المصابين بالفيروس لتكون لهم بمثابة مناعة مكتسبة وتشير الدراسات إلى أن التبرع بالدم أو البلازما لا يقلل من المناعة الشخصية ضد الفيروس لسيما في ظل احتفاظ الجسم بنسبة جيدة من الأجسام المضادة المتكونة في هذا المكان يتم التبرع بالدم ببنك الدم بمستشفى العسكري لأخذ الأجسام المضادة من قبل المتشافين بفيروس كورونا لحقنها في الأجسام المريضة لتكون المناعة لهم لتكون مملكة البحرين بإذن الله خالية من هذا الفيروس طلال نايف لمركز الأخبار في الفيزيون البحري